احنا اليوم كأولياء النور كمجلس أمهات عنا وقفة احتجازية تم إهانة معلماء والمديرة بناء على مشكلة بسيطة حصلت مع طالبي وتم رفع قضية على المديري وعلى المعلمي وتنزيلهم للنيابي وهذا أمر مرفوض احترام المعلم واجب وفرد على الجميع كرامة المعلم هي كرامتنا جميعا نرفض المساس بكرامة المعلمين مرفض التطاول على المعلمين يعني إشكال ممكن حلو بصورة غير اللي صاد اللي صار مرفوض تماما تأجيل جلسة المحكمة القادمة إلى يوم المعلم هو إهانة للجميع ومرفوضة إهانة للمديرة وإهانة لأولياء الأمور إهانة للجميع لكل حد يحترام التعليم التربية أول ونوامل ثم التعليم بشكل عام اللي صار مرفوض الإهانة اللي صارت مرفوضة التطاول على المعلمات والمدير والتهديد بالحبس مرفوض تماما كرامة المعلم من كرامتنا جميعا إحنا اليوم وقفين لحتى نحتي بكفي بكفي التربية أهم من التعليم التعليم مهم ولكن التربية في المقدمة إحنا اليوم وقفين وقف في التضامن مع مديرتنا ست شفيقة والست باسمة بسبب الحادث اللي صارت في المدرسة اللي هي اعتداء أهالي طالب وطالبة على معلمات غنيات عن التعريف كم سنة صار لهم عم يدرسوا في هاي المدرسة وأش سمعتهم بين الطالبات الموضوع صار زيادة عن حده صارت كرامة المعلم مهانة لدرجة لطوسط إحنا اليوم موقفين من طالب كرامتنا من كرامة المعلم صار أي حدا بدي طلع يحكي أي كلمة بيجوا الأهل بيدخلوا على التعليقات وبعطوا لنا تحديدات على التعليقات وعلى التليفونات فهذا الإشي مرفوض نهائيا إحنا اليوم موقفين هاي الوقت بنرفض أي تحديد لأي معلم لأي مدير لأي ولية أمد لأجاه التحديد لأي مرشدة لكل اللي أجاههم تحديدات نحن نطالب بحق المعلم والطالبات والمعلمات